اهلا بكم علعاب كتير بتعملها نسخ ريماسترد بمعنى ان لعبة قديمة بتعملها اوبتومايز على الجهزة الجديدة واضافة بعض التقنيات الجديدة اللي ما كانتش موجودة وقت صناعة اللعبة يوبيسوفت عمرت ريماسترد للعبة أسانس كريد 3 وريماستر الصراحة في كل حاجة ممكن تتوقعها في ريماستر أسانس كريد 3 ريماسترد هي باكتج فيها لعبتين أسانس كريد 3 بكل الإضافات بتاعتها ولعبة أسانس كريد ليبريشن الجزء الثالث من السلسلة وهو نهاية قصة ديزمود مايلز وهو آخر جزء يعتبر ليه علاقة بقصة اللعبة الأصلية وريد تخص ديزمود مايلز حفيد ألطير وإتسيو وفي الجزء الثالث بتلعب بهايثم كينوي وانتقاله لأمريكا تحديدا في بوستن أثناء احترال الإنجليز لأمريكا أول ما تم اكتشافها وهتقابل شخصات كثيرة جدا مهمة ومؤثرة في التاريخ الأمريكي زي مثلا بنجامين فرانكلين وهو أحد مؤسسين أمريكا بردفر شخصيات تاريخية مهمة تانية مثلا زي ويليام جونسون وغيرهم وريد اعتبر من أهم الحاجات اللي في الجزء ده من أسانس كريد بردفر الأحداث المهمة جدا في قصة ديزمود مايلز إنما اللعبة التانية في الريماسترد وهي أسانس كريد ريبيليشن اللي بتحكي عن الثورة الأمريكية أحداث اللعبة قبل أحداث الثورة بفترة أليلة في سنة 1765 بتلعب أساسن اسمها أفلين وكان لها دور كبير جدا في الثورة والقضاء على تجارة العبيد وتحقيق المساواة بين كل البشر في أمريكا اللعبة بتحكي عن تاريخ أمريكا وإزاي نشأت لكن الجزء ده يعتبر جزء فرعي مولوش علاقة بشكل مباشر بقصة اللعبة الأصلية أو حتى بالامترادات اللي حاصرت في قصة أسانس كريد فهو جزء فرعي تماما لكن في ميزة مختلفة عن باقي ألعاب أسانس كريد وهي إن بطرة اللعبة جسوسة وبتقدر تتخفى كخادمة أو كسيدة فمش كل المهمات هتعملها كأساسن في مهمات تجسس بالكامل هتكون فيها مجرد خادمة بتجمع معلومات ومهمات تانية هتكون فيها سيدة لها تأثير دبلوماسي وشطر جدا في الكلام فالشخصية لها بعض مختلفة لكنها مش شخصية ممكن تتعلق بيها لإن ما لهذه الذكري في جزء ثاني من أجزاء أسانس كريد الملتيبولير في لابة أسانس كريد 3 ودي مش خسارة كبيرة لإنه كده كده ما كانش كويس وكده كده ما كانش حد بلعبه اللعبة عليها شوية تعدلات في المينيو والاتشيو دي بتاع اللعبة عشان تبقى شبه الألعاب الجديدة شوية بير ضفل تغيير بعض مؤسرات الصوتية واللي هتلاحظه بشكل كبير لإنه مش كلها متغيرة ففيش شوية مؤسرات صوتية بيكورتي متوسطة وشوية تانين بيكورتي عالية فالفرق هكون واضح جدا وسهر تلاحظه لكن اللعبة هي 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 بالزبط المهمات الأساسية هي هي بالزبط وكذلك المهمات الفرعية والموسيقى كمان ما تغيرتش وهي موسيقى ممتازة جدا فتجربة اللعبة الأساسية هتوصل للاعب بدون تغيير عليها لكن هتاخد محتوى أكبر من كل الإضافات لأسانس كريد 3 بإضافة لعبة أسانس كريد ليبريشن بالإضافة الوحيدة بتاعتها بسعر 40 دولار هتقدر تجيب ريمستر اللعبتين وده سعر مناسب انك تاخد اللعبتين بكل الإضافات بغض النظر عن أنهم معمولهم ريمستر لأن على PC كده كده ممكن تلعب على دقات عالية زي 4K أو غيره وعلى الأجزاء القديمة كمان وممكن تلعب بجرافك أعلى بكتير من جرافك اللعب الأصلي اللي كان على بلايشين 3 فعلى PC ريمستر يعتبر update حل شوية جليت شات ومشاكل إنما على بلايستيشن فالما مضوع مختلف خالص لأن اللعبة كانت على بلايشين 3 ونعلاها البلايشين 4 معناها جرافك أعلى إضاءاته وموديلز أحسن ده غير دعم لدقات زي 4K على بلايشين 4 Pro فعلى PC ما فيهاش أي تحسين بشكل كبير من ناحية مرئية لكن لو أنت ما لعبتش الأجزاء دي من السلسلة فهي فرصة كويسة أنك تجيب الجزئين Assassin's Creed 3 وأسانس Creed Liberation مع بعض بسعر 40$ بكل رضافات بتاعتهم ومن غير كل مشاكل التقنية اللي كانت فيهم وقت إصدار الألعاب دي إنما لو لعبت الأجزاء القديمة ما فيهش أي ديع أنك تشتري ريمستر على PC الريماستر مواجه بشكل مباشر للعبين منصات الجديدة على أن هم يرجعوا يلعبوا الأجزاء دي بجرافك أحسن من اللي اللعبوا بيه على المنصات القديمة ولو ما لعبهاش قبل كده يقدروا لعبوها بتجربة مقبولة وكويسة وبدعملوا منصات الجديدة بتاعتهم إنما على PC فالريماستر شبه ماروش لازمة فممكن لو هتجيبه على PC تستانى تخفيض أو لو أنت نوي كده كده تشتري Assassin's Creed 3 وأسانس Creed Liberation ساعة هرريماستر هيكون مناسب ليك إحنا كده نكون وصلنا هاية مراجعة بتاعتنا ياريت لو عجبتك مراجعة تعمل لايك ولو انتك دي في القناة أوه مرة شوفنا ياريت تشارفنا وتعمل سابسكرايب ولهذا الفيديو اللي جاي سلام